يعني احنا برضو وقفين عند تطبيق القانون لانه مرضو ما هو جلاز المركز المحاسبات كان بيقول حاجات كتير ومكانش حد بيسمعه يبقى احنا المتفقين على انه تطبيق القانون وتعديل البنود بحيث ان هي تصلح من الهاكل الاداري للشركات علشان يبقى الترقية حسب الكفاءة ويبقى من حق ساعتها الموظف اللي ما يترقش تبقى لكفاءته انه هو يرفع دعوة ويكسبها بحكم القانون بس ده جزء من الحكاية ده جزء طب ايه الجزء لا الجزء الاهم الرقابة عندما يكون هناك رقابة حقية رقابة يعني مش بس انا بشاور واقول هذا اخطأ وطبق الحاجات لكن اه يعزل بالمناصب كلها احنا بنعاني حاليا من مسئولينا على محافظين وعلى كذا وعنينا من قبل الواحد منهم يخطئ المرة ويخطئ الثانية ويخطئ الثالثة والشعب يضج ويصلي موجودا بالزبط ويمكن محافظ اسوان اصدق مثال ان هو كان جزء كبير جدا من المشكلة اللي حصلت في كنسة الماريناب ولم يتم يعني يقلطوا من منصبه طيب لو اتكلمنا عن مستقبل مصر بعد طورة 25 يناير بما ان حضرتك رئيس مرجس اعداد القادة حضرتك هل احنا هنشوف في يوم الايام رؤساء لشركات في سن صغير فعليا يعني هل الوضع اللي احنا فيه ده حضرتك شايف انه هو يتغير فيه مؤشرات بتروني انه هو يتغير وهل المرأة هيبقى ليها دور اكبر في الفترة اللي جاية وبالنسبة للمركز اعداد القادة انتو بتدربوا قد ايه ستات ولا ما بتدربوش ولا لانه طبعا احنا عندنا تمييز زكوري فظيع في بلدنا ويمكن الترشيحات كمان في الشركات بتبقى جاية لحساب الزكورة على حساب الاناس ده بشكل يعني ايه فطري عندنا لا لا اولا بالنسبة الشق الاول اللي هو الرئيس الشاب العادي ان يكون القيادات شابة احنا الفترة السابقة هي الفترة الاستثنائية في تاريخ مصر هو كان العادي تحول انه يبقى القيادات كلها فون ستين يعني القيادات اللي هي دلوقتي تجاوزت السن هي نفسها تولت مقاعدها في سن صغير لكن النظام اللي هما تولوا بعد كده ظلوا في اماكن من المتغير فاحنا دي فترة استثنائية مظلمة وكالحة ان شاء الله مش هدعون تاني يعني المفروض هنرجع مصر تاني وده الامل عشان نبني دولة وننهط ده ده شيء طبيعي الحاجة التانية بالنسبة للمرأة لا احنا بالنسبة للمتعامل انا يعني لا الاحظ اي تمييز زكوري لعكس احنا الشركات بتبعت لنا الشركات الخاصة والعامة من كلا النوعين يعني زكورا واي ناسا ومن النساء يعني التفوق والقيادة برضو ليست حكرا على جنس معين يعني فيه نمازج نجحة جدا لسيدات ونمازج فاشلة جدا لسيدات ايضا ونمازج نجحة لرجال ونمازج فاشلة لرجال بشمال سياحي بما ان حضرتك رئيس مركز اعداد القادة فيه عايز اسألك على ممكن تكون اشكالية ادارية عاملة ازمة كبيرة في مصر كلها بعد طورة 25 يناير انه طبعا بما انه الناس الموجودة دايما كلهم مختارين رأس ان هم اهل الثقة فدلوقتي الناس بتتكلم ان هي عايزة الكفاءة فده دايما فيه مشكلة طب الكفاءة ولا الاقدمية طب الاقدمية والكفاءة مع بعض ولا الكفاءة بس ولا الاقدمية اهم يعني انهي الاهم فيهم الكفاءة ولا الاقدمية ولا الاتنين مع بعض مهمين عشان نقدر نصلح الهيكل ده لأنه ببقى في ناس أقدم وبتتقدم بدعاوة إلى القضاء الإداري وبتكسب الأضايا لمجرد أن هي أقدم وليس شرط أن هي تكون الأقدر والأكفأ فنحن لها إزاي في ظل الظروف اللي إحنا فيها دي في ظل القوانين مكتفانة بالشكل ده بالشكل البيروقراطي الروتيني ده وفي نفس الوقت إذا إحنا عايزين الأكفأ نعمل إيه عشان نجيبه طيب هو تمازج بين للسنين أولا حتة القضايا خلاص اللي قلنا من الأول أن يجب أن يكون هناك إصلاح قانوني تشريعي يعني بنسبة القوانين الموجودة لكن أنا كأي مدير موجود استباول إصلاح القانوني عشان بس تبقى واضحة للناس الإصلاح القانوني المطلوب إيه؟ أنه تتعدل إزاي يعني كيف يتم عمل معيار للكفاءة أو معيار للكفاءة مع الأقدمية ممتزجين في القانون لأنه برضو حاجتين صعب يتمسكوا لأنه مثلا إحنا كزملاء في التلفزيون كان عندنا مشكلة دا إحنا مش عارفين طب نحكمها إزاي يعني إيسها إزاي بالظبط هو الإقدمية تتمازج مع الكفاءة يعني بمعنى إيه؟ الكفاءة لها مقييس أنك لك إنجازات سابقة سجلك كله ليس فيه برضو مخالفات ولا انضباطية وخلافه لها معيار معروفة لكن الإقدمية فقط لا لكن الإقدمية جزء من المقياس إنك كلما طالت طراتك في العمل معناه إن خبرتك زادت أنا بتكلم على التقييم الحقيقي معناه إن في خبرة زيادة فصاحب الخبرة الأكثر بلا شك يبز زي ما بيقوله باللغة العربية صاحب الخبرة الأقل وبرضو طول التعرض إن مدتك أكبر دون مخالفات ودون كذا ودون كذا بلا شك معناه إن أنت يعني الحكم عليك أشمل لكن ده يكمله شيء أن يكون من يكتب هذه التقارير عنده ضمير يعني ما قلاش أنا ما أنا في النهاية المحكمة أو غير المحكمة أو المسؤول اللي بيختار بيقدامه تقارير إحنا جرت العادة على إن المدير لحظة كتابة التقرير بيدي لكل امتياس برضو يعني دي قصة تانية حندخل فيه لكن هو مفيش حاجة اسمها الكفاءة الكفاءة طبعاً يعني العنوان الكفاءة هو الأعلى مش الأقدامية بس أنا أعتقد أن جزء من الكفاءة نابع من الأقدامية الأقدامية طيب على النقيد في تجارب في أمريكا والهند بيروحوا ياخدوا يختاروا شباب من الجماعة من النوابخ ويخدقهم يدوهم دورات أعداد القادة وبيقلدوهم مناصب قيادية في شركات كبيرة وهم لسه ما اشتغلوش قبل كده ولسه ما نزدوش الحياة العملية هل حضر لك شاف أن التجربة دي ممكن تنجح في مصر؟ ممكن على نطاقة يعني برضو أنا مش هجيب واحد هو المفروض يكون من يكتشف هذه الموهبة لأن القيادة برضو يا فندم القيادة فيها جزء فطري يعني مش عملية أنا بس بدي له دورات وكده لازم يكون حد اكتشف زي ما حضرك قلت في الأول أنا بكتشف كده في وسط المجموعة الأطفال في طفل كده هو قيادي بيلم الأطفال اللي حوله فطبعا مش كلمة على الأطفال أما كلما ارتقى لازم يكون فيه هناك أعين خبيرة وأمينة بتختار الشخص القيادة وبيبان بالنسبة حتى على مستوى الجامعة بيبان أنه قيادي في انتخابات تحت طلاب في الأنشطة في كذا في كذا إذا كانت عين أمينة واختوة بهذه المعايير وياخد كمان دورات تسقل وخلال الدورات بيبان في اختبارات أخرى نفسية ما هي للأمان يا فنم هي دائما المشكلة في التقييمات دي أنه التقارير اللي كان بتتكلم كان بتتكلم من الجهات الأمنية هو التقييم أمني لكن ما بيبقاش فيه تقييم من الجهاز الإداري وما فيش جهاز معين في الدولة مسؤول عن كفاءة الموظفين ومحاسبتهم وجزاءتهم يعني أنا ملقتش يعني هيئة واحدة مسؤولة عن قياس الكفاءة وإن هي تتابع العدل في ترقية الكفاءات الكلام ده طبعا كان ملغي تماما لأنه الاعتماد كله على أقل الثقة فده آآ 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 الثقة بس أنا بقول لحدك مش بس يكفي يعني 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 يكون مش فاسد لكن كان أنت حارف الأصلي التقارير دي أصلا مش موجودة التقارير اللي كانت موجودة كانت تقارير الأمنية لكن أنا بتكلم التقارير دي مين اللي يكتبها بتاعت الكفاءة والصراحية في العمل لا هي مش تقارير واحد حضرتك عندما أنا برضه هتكلم على موظفين وعلى شركات دي لها حاجة ولل حاجة لكن فيه شيء مشترك بين الكل أنه في تقارير أجهزة رقابية للأمانة بنسبة 95% مثلا رقابة الإدارية كان بتكتب تقارير صح لكن في الفترة الأخيرة آخر سبع سنين بالذات بتوعامات السياسات كان يضرب بها عرض الرقاب طبعا طبعا هي نفس المشكلة فهم آآ نفس الشكاية باش مانسي حياة لأننا خلصت عندما نخلص حنفضل لنا أقل حوالي من دقيقة بمقصة زفة حضرتك مدير مركز أعداد القادة طول إيه رشدة إحنا محتاجينها واحد اتنين تلاتة في نقاط ملقصة مجمعة الهواء مع حضرتك ده تمنى المسؤولين يسمعوكم نتمنى أنه توصيات حضرتك تتنفس وأنا أحل المسؤولين على الفكرة يعني برضو على مستوى معي محتاج معاونة متدرس تعمل كل حاجة الوحدة آآ آآ فإيه اللي إنت محتاجه أو إيه اللي إحنا محتاجين ونعمله في فترة جاءة إجراءات سريعة تبقى فعالة ووضحة في إجراءات بإمكان الدولة أن تفعلها إن هي بتقترح قوانين لإصلاح أو لتطوير القوانين الموجودة فعلا في عملية اختار القيادات آآ لكن أهم حاجة القائد الذي يختار القائد الذي يليه دي فيه حاجة ما نقدرش نحكمها بورقة لابد أن يكون فيها أمانة في التقييم آآ والاستماع إلى الجهزة القطبية وإطلاق أصحية طبعا لا يجوز أنه نعمل جهاز رقابي على للكفاءات وللتأكد من العدالة الوظيفية ما بين الموظفين هل ده يجوز نعمل ده ولا هو موجود أصلا ما بعملش لا عندنا جهاز المركز للتنظيم والإدارة وهو أي مدور كبير جدا آآ ورقيا في عملية القوانين واللوائح وخلال يعني نحن محتاجين تفعيل القانون وتعديله لكن المشكلة إحنا اللي بناخد هذه التعليمات أنا وغيري هل نطبقها بأمانة ولا نطبقها بقلة أمانة دي محتاجة أشياء أخرى ونتمنى الأمانة من كل قيادتنا في اختيار قيادتها بشمان سيحي أحسين عبدالهادي مدير مركز أداد القادة وخبيرة التمان بشرية نورتنا فندم ونتمنى لحضرتك التوفيق ولكل قيادتنا الله يكلم شكرا مشاهدين دي كانت فقرتنا فقرتنا اللي جاية هتكون فقرة ساخنة جدا عن أحداث ما سبيرو مع عيدة هيكون معها أستاذ حسين بهجة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فقرة ساخنة جدا ننتظرونا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر